في حالة توفرت الظروف المناسبة من غداء وتهوية وحرارة وإضاءة وبيض الدجاج الفيومي بيض بلدي تماما ويحمل نفس الجودة أما مقاومة الدجاج الفيومي فهي عالية جدا ومنعته قوية وقد تفوق منعة الدجاج البلدي ومن مميزته أنه شرس ويعيش في التربية المغلقة والأرياف والمزارع المفتوحة ويفضله الأمريكان لأنه شرس ويقاوم القطط ويدافع عن صغاره بكل قوة وتعتبر سلالة الدجاج الفيومي من أشهر وأهم السلالات المحلية الأصلية هذا وقد تم صنباط خطين من هذه السلالة سنة 1970 الأولى تتميز بسرعة نمو أعلى والتانية تتميز بإنتاج بيض أعلى أما بالنسبة للصفات المورفولوجية للديوك فيميل الريش فيه إلى اللون الأبيض ريش العنق هو السرج والظهر والجناحين غير أن ريش الصدر والبطن لونه رماضي مقلم وريش الديل لونه أسود بدون تقليم والإينات لون ريش الجسم كله رماضي مقلم والعنق لونه أبيض والديل خارجي مقلم والداخل أسود لون الجلد غامق يميل إلى الزرقة والصاق والمنقر لون ماء رماضي غامق في الذكور والإينات والعرق مفرد وشحمة الأدن حمراء أما الكتاكيت الحديثة الفقس تتميز بلون بني وشرائط بيضة طولية على الظهر وتقسيم للون بالرأس والجسم مختلف حيث يمكن تقسيمه إلى أساس فاتح مبيض وبني فاتح وبني غامق هو متوسط وزن الجسم عند النطج الجنس للإينات 1150 جرام و1270 جرام هذه حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن نعطيكم المزيد عن هذا النوع من السلالة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر